بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات العزيزات نكمل درس الكلمة والجملة طالبات الصف السادس الحال للحصة الثانية إحداث الدرس يتوقع من الطالبة تحدد الحال وأركانه من خلال الأمثلة تذكر نوع الحال تستنتج الحال الجملة من الأمثلة تمثل الحال المفرد والجملة في جمل طالبات العزيزة نبدأ شرحنا للدرس الثاني من درس الحال ودائما نتذكر ماذا تعلمنا في الحصة الأولى من درس الحال ماذا تعلمنا في الحصة الأولى من درس الحال؟ ننظر إلى المثال جاء القائد منتصرا جاء القائد منتصرا من الذي جاء القائد؟ من الذي جاء القائد؟ كيف حاله عندما جاء القائد؟ منتصرا كيف حاله؟ منتصرا إذن جملتنا تتكون من حال حال القائد هو منتصرا ومن هو صاحب الحال؟ القائد من هو صاحب الحال؟ القائد نتذكر أيضا بأن الحال هو يأتي مفردا يأتي مفردا ويقصد بالإفراد ليس جملة في هذا المثال الذي أمامنا جاء القائد منتصرا الحال منتصرا هنا جاء مفردا ليس بمعنى الإفراد في العدد ليس بمعنى الإفراد في العدد وإنما يقصد الإفراد بأنه ليس جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه جملة ليس جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه جملة الصاحب الحال والحال يتطابقان في العدد لكن القائد مفرد ومنتصرا أيضا مفرد ثم بالتذكير والتأنيث بالجنس القائد مذكر ومنتصرا أيضا مذكر إذن هنا تطابق الحال وصاحب الحال بالعدد والجنس ولكن يختلف بأن الحال هو اسم نكرة منصوب لا يتغير اسم نكرة منصوب أما الحال فيكون دائما معرفة دائما يكون معرفة ويعرب حسب مكانه في الجملة هنا الحال جاء القائد ومن الذي جاء القائد؟ إذن هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضم منتصرا حال منصوب لصاحب الحال هذا ما تعلمنا بالدرس الماضي نكمل درسنا لهذا اليوم بالنوع الأول من الحال وهو الجملة الإسمية الجملة الإسمية عندما نقول جملة إسمية إذن سيكون عندي مبتدأ وخبر مبتدأ وخبر لنرى المثال الأول كيف أستطعت أن أحوله إلى جملة إسمية جاء القائد أضفت هنا وواو وهنا تسمى واو الحال أو الواو الرابطة إذن أول إضافة إلى الحال الجملة تضيفين الواو وهذه الواو تسمى واو الحال أو الواو الرابطة ثم وهو وهو أضفت غمير واختاريت هنا الغمير الغائب هو لأن القائد مذكر القائد هو مذكر فاختاريت الغمير يطابق صاحب الحال مذكر ثم تغيرت من منتصرا إلى منتصرا منتصرا انظري هناك منتصرا هنا أصبحت منتصرا لماذا؟ لأن الواو وهو الحال رابطة هو هنا جاءت في موقع مبتدأ عندما تقولين مبتدأ يجب أن تبحثين عن الخبر أين الخبر؟ هو منتصرا إذن هو ضمير في محن رفع مبتدأ وخبر منتصرا مرفوع على مترفعه الغمير طيب أين الحال؟ وقاعدة الحال لا تتغير بأنه اسم النكر منصوب هنا ماذا أقول؟ أقول والجملة الإسمية أين الجملة الإسمية؟ وما معنى الجملة؟ ذكرنا بأن الجملة تتكون من كلمتين في أكثر الجملة الإسمية هنا هو وهو منتصرا هو منتصرا هو منتصرا جملة إسمية تعرب في محل نصب حال في محل نصب حال إذن الحال الجملة الإسمية يتكون من المبتدأ والخبر أول ثانيا يجب أن يوجد في الواو الحال أو تسمى الواو الرابطة التي تربط بين الحال وصاحب الحال هذا ما نسميه بالحال الجملة الإسمية نكمل عزيزة الطالبة من خلال فقرة الناس وردت عبارة هرب الذئب وهو خائف هرب الذئب وهو خائف جاءت هذه العبارة كيف هرب الذئب؟ جاءت العب كيف؟ طبعا هي أداة استفها وهو خائف جاءت في محل نصب حال في محل نصب حال وكما ذكرنا بأنها تكونت من واو الحال والضمير هو يعود على الذئب صاحب الحال وخائف هو خبر للمبتدأ خبر للمبتدأ فتكونت عندنا جملة اسمية تكونت من الضمير واللي جاء في محل مبتدأ وخائف هو خبرها فنقول الجملة الاسمية في محل نصب حال الحال لا يتغير أبدا من ناحية الإعراض اسمه النكرة منصوب لكن هنا جاء على نوع الأول الذي سنتعلمه هو الجملة الاسمية إذن أعيد طالبة العزيزة الجملة الاسمية من الحال تتكون من مبتدأ وخبر تتكون من مبتدأ وخبر ويسبقها والحال التي تربط بين الحال وصاحب الحال هنا هو مبتدأ مرفوع وخائف خبر الجملة الاسمية في محل نصب حال الجملة الاسمية في محل نصب حال بل لدينا جملة هرب الذئب وهو خائف بماذا بدأت جملة وهو خائف بالواو ماذا نسمي هذه الواو؟ نسميها واو الحال واو تربط بين الحال وصاحبه هل الحال هنا مفرد من كلمة واحدة؟ لا هنا جملة اسمية هو مبتدأ هو يعرض مبتدأ وخائف خبر ما نوع الحال في الجملة السابقة؟ جملة اسمية في محل نصب حال إذن هو هنا الآن الحال جملة اسمية في محل نصب حال من هو صاحب الحال؟ صاحب الحال هو الذئب صاحب الحال هو الذئب لدينا نموذج هنا الحال مفرد كيف أحوله إلى الحال جملة اسمية؟ دخل التلاميذ منتظمين دخل التلاميذ منتظمين من الذي دخل التلاميذ؟ كيف دخلوا منتظمين؟ نأتي هنا نراحب التلاميذ جمع ومنتظمين أيضا جمع التلاميذ هنا كم معرف؟ نعم معرف والمنتظمين هي نكرة لنصحب الحال يخالف الحال هنا صاحب الحالي يكون معرفة أما الحالي يكون دائما نكر التلاميذ منتظمين وغيرها إلى جملة اسمية دخل التلاميذ وهم منتظمون وهم منتظمون طالبة العزيزة لدينا الآن تدريبات إترائية عن الحال وصاحبة الحال في الجمهة الكالية نأخذ النموذج الأول أجابت الطالبة وثقة من نفسها نعين الحال وصاحب الحال نتذكر دائما بأن السؤال من التي أجابت من التي أجابت سؤال من التي أجابت يظهر لك صاحب الحال نعم أحسنتي الطالبة نبحث عن الحال حال الطالبة عن إجابتها سؤال إجابة السؤال يكون بكيف كيف كانت إجابة الطالبة نعم أحسنتي وثقة إذن صاحب الحال هو الطالبة وثقة هو الحال نتذكر دائما أثناء الحال في كل الخطوات الحال يطابق صاحب الحال من ناحية الجنس مذكة مذكة مؤنث مؤنث وبالإفراد الطالبة مؤنثة واثقة مؤنثة طالبة مفردة واثقة مفردة يخالف صاحب الحال الحال في إنه الحال دائما اسم النكر مصور أما صاحب الحال فهو معرفة في أي نوع من أنواع المعارفة ويعرب حسب موقعه من اللعب نتي إلى المثال الثاني رجعت فاتن من المدرسة حزينة السؤال الأول من التي رجعت؟ نعم أحسنتي فاتن كيف كان حال فاتن عندما رجعت من المدرسة؟ نعم أحسنتي حزينة إذن فاتن صاحب الحال والحال هو حزينة نذهب إلى المثال الآخر عادة المعلمات فريحات من الذي عاد؟ أحسنتي المعلمات كيف حال هنا عندما عدنا؟ أحسنتي فريحات نتوقف هنا لمدرسة لحظات ونرى فريحات إنها حال والحال هو اسم النكر مصور لكن هنا هل الكسر علامة نصب؟ هل الكسر علامة نصب؟ تأتي علامة نصب في حالة كون إن الكلمة ما هي أنظري؟ فريحات للمعلمات نعم أحسنتي إنها جمعة مؤنثة السالم منصوب ومجرور الكسر فقط في هذه الحالة المثال الأرابة سأتركه لك لطالبة العزيزة سمعت البلبل مغردا من هو المغرد؟ نعم وكيف حاله عندما استمعت له؟ نعم أحسنت إذن القلب هو صاحب الحال والمغرد هو مغرد هو الحال نأتي إلى تدريب لتفسنا لهذا اليوم وهو تحويل الحالة المفردة إلى جملة اسمية جملة اسمية يتحول إلى مبتدأ وخبر مبتدأ وخبر ستكون الجملة نعم أحسنت لآدم محمد وهو فريحان الجملة الاسمية كون من المبتدأ والخبر هو فرق في محل نصب الحال